إذن لنذهب إلى الخارطة الآن ونحدد تماماً النهر الليطاني الذي هو يعتبر مسألة مهمة في كل هذه الحرب وما تتحدث عنه إسرائيل تقريباً وبشكل تقريبي هذا هو النهر الليطاني الخط الفاصل لطبيعة هذه المعركة تفضل سيدي الكريم سابقاً وضعت الدبابات هنا فرجاء فلتفعل ذلك من جديد الدبابات هنا ولنضع عناصر كذلك من حزب الله اللبناني وما هو واضح من التصريحات الإسرائيلية كذلك أن هناك قوات رضوان قد انسحبت أيضاً نوعاً ما إلى الشمال إذا كنت مسؤولاً عن هذه الدبابات بأسرها هل سترسلها جميعاً في ذات الوقت للعبور؟ بالطبع لا ما ستقوم به ما ندعوه بأننا نقوم بها تدريجياً فإذا قد يكون لدينا هجمة خداعية من هنا ولكنك ترغب من الهجمة الرئيسة بأن تأتي من هذا الصوت بإمكانك أن تتخيل المدافع ما يرغب المدافع القيام بكل أولئك يرغبون في أن يعرفوا أيها ستكون الهجمة الأكبر صحيح؟ فإذا لأنهم إذا قرروا بأن هذه الهجمة الأساسية فإذا سينقلون هذه القوات إلى هنا وسينقلون تلك إلى هنا أيضاً وتلك القوات إلى هنا كذلك من أجل أن يحضروا هذه الهجمة ولكن إذا لم يستطيعوا التواصل مع بعضهم البعض كيف سيعرفون من أين ستأتي من أي صوب ستأتي الهجمة الرئيسة؟ فإذا ما سيحدث بأنهم سيقوى هذا الخط الرفيع في الصدارة وعندما تشنوا الهجمة الرئيسة إذا لم يستطع أولئك المقاتلين أن يدعم أولئك فإذا الهجمة سوف تتوغل أنا كنت مخططاً في الجيش وكان علي أن أقف على الحدود مع ألمانيا وأحاول أن أعرف من أي صوب سيأتي العدو وإذا لم أستطع أن أتواصل مع القيادة وأذكر بأنهم يأتون من هذا الممر وليس من ذلك فإذا هذا يعني بأن الإخفاق سيلم بنا إذا كنت لا أستطيع أن أتحدث كنا سنخطر المعاركة وبمنتهى الصراحة هذا تماماً ما نحاول القيام به في الهجوم عندما كنت مخططاً كنت أقول أول ما أرغب في القيام به هو أن أعطل تواصلاتهم عندما تعطل أجهزة اللاسلكي وأجهزة النداء لديهم وكما ذكرت لديهم بطاقات أخرى يخبئونها داخل أكمهم يمكن أن ينتزعوا كل هذه الوسائل التواصل فإذن المدافع في هذه الحالة حزب الله كأنه أعمى البصيرة والبصر ويمكن أن تأتي الهجمة من هذا الصوب ومن هنا ومن هنا وأن تتوغل من خلاله وأولئك سيكونون منتصبين أماكنهم ويتساءل ماذا علي أن أفعل كل تأكيد ولكن الجغرافيا هنا معقدة كذلك في جنوب لبنان يجب أن لا ننسى والعديد من اللقطات توضح أن هناك دبابات تتحشد وغيرها كما تعلم هذا هذه ليست قطاع غزة تختلف على مستوى الجغرافيا كيف ستستفيد إسرائيل من تحريك هذه الدبابات وألا ترى بأنها ممكن أن تكون هدفاً سهلاً لحزب الله مقارنة بحركة حماس يمكن أن تكون ذلك ربما لديهم ثلاثة مسارات فقط يمكن أن يتخذوها ولكن مجدداً في المذهب العسكري المعتاد المدافع ينبغي أن يكون أقوم للمهاجم بثلاثة أضعاف لأنهم سيعتمدون على السرعة والعنف وعلى دعم الأجهزة المدفعيات من أجل أن يتوغلوا فإذن بإمكاني القول بأنه بقضاء أعوام طويلة لأدافع عن الحدود الغربية لا أرغب في أن أكون في مكان حزب الله إذا لم نستطع أن نتواصل معنا لا نعرف إلى أين نوجه المدفعيات أين نرسل الصواريخ ضد العدو أين نرسل المسيرات لأننا لنستطيع التواصل معنا إذا لم تكن قادراً على التواصل فأنت غير قادر على الحرب وهذا ما تحاول الإسرائيل القيام به ضد حزب الله هناك مسألة مثيرة في الضربات الإسرائيلية مؤخراً أن إسرائيل تركز في استهدافاتها على هذه المنطقة التي تأتي باتجاه الجليل الأعلى تحديداً دائماً حزب الله يستخدم هذه الاتجاهات لضرب كريات شمونة أو غيرها الآن قاموا مؤخراً برمي بعض المنشورات وطلبوا من اللبنانيين أن يبتعدوا من هذه المنطقة باتجاه الخيام منطقة قريبة من النهر الليطاني ما رأيك بالحركة هنا تحديداً؟ كبعض الجغرافية المنبسطة السهلة نوعاً ما على المدرعات أو الدبابات بهذا الاتجاه هل ترى أن الهجوم سريعاً على النهر الليطاني قد أيضاً يوجه ضربة كبيرة لخطوط الدفاع الخاصة بحزب الله اللبناني إن بدأت هذه العرب ربما نعم ولكن أيضاً قد يكون ذلك خداعاً ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة